موسيقى السلام عليكم تحية كبيرة لمتابعين الكرام من سائر دول الوطن العربي نستعرض لكم النشر الجوية المتوقعة لعدة مناطق في الوطن العربي ونبدأها معكم بصور الأطمار الاصطناعية حيث يلاحظ نهار يوم الخميس استمرار وجود كمياتنا الغيوم المتوسطة والمنخفضة على أجزاء من السعودية كذلك الإمارات العربية المتحدة مصحوبة بزخات الأمطار الخفيفة أحيانا كذلك تواجد الغبار العالق في بعض المناطق لكن في منطقة بلاد الشام فيها تشهد أجواء باردة وغائمة جزئيا مع تساقط الزخات الأمطار المتفرقة في بعض الفترات وللمزيد من التفاصيل للحالة الجوية المتوقعة الأسبوع القادم فيلاحظ أن هناك تغييرا في الظروف الجوية فلتواجد مرتفع جوي يقع على شمال القارة الأفريقية كذلك كتلة هوائية شديدة البرودة في المناطق السيبيرية وشرق القارة الأوروبية برغم أن هذه الكتلة تبقى بعيدة عن المنطقة فيلاحظ أنها ستؤدي إلى حدوث اضطرابات جوية متوقع الأسبوع القادم تبدأ من يوم الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم هذه الإطرابات الجوية ستكون على شكل تساقط زخات الأمطار في بعض المناطق كذلك إطرابات جوية واسعة في منطقة الجزيرة العربية وتزامنا مع ذلك فهناك منخفة جوية تواجد في المناطق المغربية وغرب البحر الأبيض المتوسط مصحوب بالأمطار الرعدية الغزيرة ونشاط الرياح واضطراب الأمواج وللمزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية نبدأ معكم مع منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام في لحظة أن التقس يومي الأحد والإثنين سيكون باردا وأحيانا عاصفا مع تساقط الأمطار المتفرقة في أجزاء واسعة من بلاد الشام هذه الأمطار تكون أشد غزارة في المناطق الشمالية منها كذلك غرب سوريا ولبنان ستعمل هذه الرياح على إثارة الغبار في منطقة البادية كذلك شمال المملكة العربية السعودية والأراضي العراقية ولكن هذه الظروف الجوية ستختلف في منطقة الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية حيث أن هذه الكتلة هوية الباردة المتواجدة شمالا هنا ستتقابل مع أخرى دافئة ورطبة قادمة من بحر العرب هذا التقابل سيؤدي إلى تطور حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ إن شاء الله يوم الأحد على شكل رياح مثيرة للغبار ثم تتطور يوم الأثنين على شكل تطور صحب رعدية من المناطق الجنوبية الغربية ووصولا إلى شرق المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين هذه الحالة الجوية ستكون عبارة عن عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بالرياح النشطة وتشكل الغيوم الرعدية كما ستشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لاحقا الحالة الجوية ستكون أكثر قوة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة قد تكون الأمطار أحيانا غزيرة ومصحوبة مع الأواصف الرعدية وللمزيد من التفاصيل بالحالة الجوية في العاصمة الرياض الأسبوع القادم يتوقع إن شاء الله أن يكون اليومين القادمين مشمسة ومستقرة ودرجات الحرارة في وسط العشرينيات لكن سيحدث اختلاف يوم الأحد هناك رياح جنوبية ساخنة مثيرة للغبار والأتربة ستعمل الارتفاع الحرارة وإثارة الغبار والانخفاض في مدى ريو الأفقية يوم الأثنين يطرأ مزيد من الارتفاع وتبدأ الغيوم الرعدية بالتطور على أجزاء مختلفة من منطقة الرياض إن شاء الله كذلك وبسبب هذه الحالة الجوية سنطلق التنبيه المبكر على السعودية ودول الخليج العربي هذا التنبيه المبكر سيتعلق خاصة حول الغبار وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المكشوفة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج كذلك قد تتشكل العواصف الرعدية خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة ولاحقا شرق المملكة العربية السعودية أيضا يعتوقع أن تتشكل السيول في المناطق الجنوبية الغربية إن شاء الله في متصف الأسبوع القادم كذلك تعمل هذه الأجواء غير المستقرة على اضطراب حاتف أمواج البحر وخاصة الخليج العربي وبالنهاية لا تنسوا متابعة موقع تقس العرب للمزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية المتوقعة للأسبوع القادم كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق تقس العرب للمزيد من التنبيهات والمتابعة للحالة الجوية بالنهاية نتمنى لكم إجازة سعيدة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر